ديوان افم كاتر وانس بواند ديوان افم ترد ارسو عام 384 قبل الميلاد في مدينة استغيرة شمال اليونان بوه كانت بيب مقرب من البلاط المقدوني وكان تأثيره كبير لدرجة خلاولده مغروم بالطب ويدخل المجال التشريح ودراسة الكائنات الحية واللي منها وليت عنده القدرة على التحليل ودقة الملاحظة وعلى ذكر دقة الملاحظة حبيت نعطي ملاحظة في البرتري هذا بش اسمه برشة واريخ وبش تلاحظه انه كل ما يتقدم الزمن كل ما يكبر اصحيبنا كل ما السنين اللي بش نقولها بش تنقص مثال ارسو طولد عام 384 قبل الميلاد معناها في عام 364 قبل الميلاد اصحيبنا في العشرين سنة نرجو لموضوعنا في عمور 17 سنة وبذبط عام 367 قبل الميلاد سفر ارسو الاثينة بش يلتحق بمعهد افلاطون كطالب في البداية وكمدرس فيما بعد افلاطون جمع في المعهد امتع مجموعة من الرجال المتفوقين في مختلف المجالات العلمية بين طب وبيولوجيا ورياضيات وفلك وما كانش يجمعهم رابط عقائدي سوى رغبتهم في اثراء وتنظيم المعارف الانسانية وايقامتها على قواعد نظرية رازخة ثم نشرها في مختلف الاتجاهات وكان هذا هو تواجه الواضح لأعمال ارسو من البرامج اللي كان يعتمدها معهد افلاطون كان يقوموا بتدريب الشباب بش يقوموا بالمهانة السياسية وتقديم النصايح والمشورة للحكام وذلك علاش انضم ارسو عام ثلاثة مئة وسبعة وربعين قبل الميلاد لبلات الملك هرمياس في عام ثلاثة مئة وثلاثة وربعين قبل الميلاد ادخل في خدمة الملك فيليب الثاني امبراطور مقدونيا وينولى مؤدب الولد والاسكندر الكبير وبعد سبعة سين رجع مرة اخرى لاثينة بش ياسس مدرسته الخاصة الليسيوم او المشائية وتتسمى هكا نسبة للممرات والبلايس المثقفة اللي يمشيوا فيها الطلبة وهما وسادتهم ويقعدوا يتحاوروا وهما يمشيوا اختلفت مدارس ارسو مع المدارس متاع فلاطون وينقام ارسو بتوسيع المجالات العلمية اللي كانت تناقشها وعطات اهمية كبيرة للطبيعيات ورغم غزارة انتاج ارسو الفكري لكنه مبقى منها كان حاجب سيدة برشة اغلبها ذار مبقى منها كان بعض الاعمال اللي كانت تتقرى في مدرسته اللي تم جمحها تحت اسم المجموعة الارسطوطالية بالاضافة لنسخة مقطعة مدستور الاثيني اللي حطوا ارسطو هذا خلاف عدد من الرسائل والاشعار ومن ضمنها مرثية في افلاطون ارسطو اول فيلسوف قام بتحليل العملية واللي مجبها يمكن منطقيا نستنتاج انه اي قضية ممكن تكون صحيحة استنادا الى صحة قضايا اخرى كان في اعتقاده انه عملية الاستدلال المنطقي هذه تقوم على اساس شكل من اشكال البرهان سماها القياس وفي حالة القياس يمكن البرهنة او الاستدلال منطقيا على صحة قضية معينة اذا كان في مزوز قضايا اخرى صحاح مثل كل انسان فانا وسقرات انسان اذا سقرات فانا الى ان جاء اليوم اللي التوين سطيحوا قدروا النظرية هذه وقالوا العلم نور النور كهرباء الكهرباء خطر اذا العلم خطر تبا كان ارسطو يرى ان الفضيلة الاخلاقية تكمن في تحاشط طرف السلوك ويجد الحد الوسط بين طرفين نعطيكم اكزامب يشوف ارسطو ان فضيلة الشجاعة هي الحد الوسط بين رذيلة الجبن ورذيلة التهور وفضيلة الكرم هي الحد الوسط بين البخل والتبذير صحيبنا هو ثاني فلسيفة الغرب قدرا بعد فلاتون مؤسس علم المنطق وصاحب الفضل الاول في دراستنا اليوم للعلوم الطبيعية والفيزياء الحديثة افكار حول الميتافيزيقية ما زالت محور النقاش الاول بين نقاشات الفلسفية في مختلف العصور صحيبنا هو مبتدع علم الاخلاق لمازال زادة من المواضيع لما توقفش البشر عن منقشتها مهما تقدمت العصور ويمتد تأثير ارستو الاكثر من النظريات الفلسفية هو مؤسس لبيولوجيا بشهدة داروين نفسه وهو المرجع الاكبر في هذا المجال بعد وفاة الاسكندر الكبير بدأ الشعور بالكراهية يضر ضد المقدونيين في اثينا واثر هذا على نفسية ارستو بحكم كان من الموالين للمقدونيين الشيء اللي خلهي تقعد وبدأ يذبكي الشمع بعيد على احب حاجة ليه وساعتو بكنتش بعيدة على الاسكندر الكبير وهكا يتوفى ارستو عام 322 قبل الميلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة